دائما بنحب نتطمن على أهلنا وناسنا في الحج بعثة الحج دائما ترسل تقارير عن الحجاج المصريين إن شاء الله يرجعوا بألف سلامة النهاردة وزارة الصحة أعلنت أنه هناك عيادات البعثة الطبية للحج قد استقبالت صباح اليوم عدد من الحالات المرضية تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها منهم البعض في مكة المكرمة وبعضهم في المدينة وأكدت وزيرة الصحة أن البعثة تتابع يوميا تقديم أفضل الخدمات للحجاج والحقيقة في عدد من الحجاج دخل المستشفات السعودية هم تقريبا خمسين حالة غدروا منهم عشرين حالة بعد تمام الشفاء وأعلن الملحق الطبي والمشرف العام على البعثة الطبية للحج عن تجهيز وافتتاح أول عيادتين للبعثة الطبية لتقديم الخدمات الطبية لحجاج وزارة السياحة واللي بيبلغوا تقريبا 37 ألف حاج هذا العام والحقيقة بعض الناس اللي بتتردد على هذه العيادات عندهم يعني بيحتاجوا لعلاج دائم زي السكر وزي الضغط وأشياء من هذا القبيل وكل ده تم توفير يعني كل وسائل الكاملة والكافية عشان نحفظ حجاجنا إن شاء الله ربنا تقبل منهم ويرجعوا بألف خيام